يمشي? يعني انا نتكلم بالنسبة للقضية. اه. بالنسبة للقضية. الوقتي اللي حصل ايه? ان هو في قرار او اعلان. مه. انتخذوا الرئيس الامريكي الحالي. هو قرار ظالم وخاطئ الى اخيره. تمام. وخارق القوانين الدولية. مه. وان في قرار من مجلس الامن في تمانية واربعين. اتنين اربعة. اتنين اربع. اتنين اربعة. اتنين اربعة اتنين اربعة تنين اربعة. ده طبعا مفروض ان هو كان فيه اعتبر ان القدس مدينة محتلة. طبعا. فدي حاجة. دي منظمة من منظمات. طبعا الحاجة يعني احنا ندرج في الاعتبار عدة حاجات حاجة الأولية بعيدا عن المجلس والأمام المتحدة الدول الأمام المتحدة إن القرار اللي خاده الخاده أعتقد من وجهة نظره زي ما قال الدكتور طارق يعني هو رجل أعمال وفاهم إن في وضع عربي مهترق وبالتالي في حاجة بتحصل يعني سوريا فيها كذا العراق رغم من الظروف لا طبعا هي أفضل وقت توقيت لتخذ هذا القرار من وجهة نظره وبعدين فيه بقى واحد يعني رئيس سابقة قتل وفي مصر مثلا واحد زي أحمد شفيق رجع وبعدين رجع في غلامه إنه هو كان حيبقى يعني مصر مهتمة طبعا بالإرهاب كل الحاجات دي واردة في ذهنه يعني من وجهة نظره حتى لما خد خرار معه مستشاريه أو إذا كان فيه يعني بيدوله نصيحة فبناء على رؤية رؤية من وجهة نظره دي دير رؤية من وجهة نظره